مرحبا فيكم حبادي برج السرطان. ان شاء الله يكون حلو لبرج السرطان. لانهم تعبوا شوي اخر فترة. نسحب ورق كنتيجة او كخلاصة للقراءة. او تأكيدات تفديت. وباخر الفيديو راح تكون مفاجأة هيك صغيرة. وخليني احكي الطاقات عشان ده من انا بنسى. الطاقات حبايبي اكثرها ترابية. يعني فيه فلوس كتير. اكثرها ترابية. نارية. هوائية. هدول اكثر شي. شايفي قوس واسد. اكثر ابراج هدول. خلينا نشوف بشكل عام شايفتك عزيزي حبيبي برج الجوزاء. اه كنت متعرض لعلاقة ثلاثية. وكنك طلعت منها. من هاي العلاقة الثلاثية. اه طلعت حالك. اه او ممكن تكون انتصرت في علاقة اه ثلاثية او رح تنتصر. اه لانه شايفي هون في مبادرة. رح تكون منك او من الشريك. اه رح يصير فيه نقاشات شوي حادة عالتليفون. عالاغلب عالتليفون رح تكون. اه او فيس تو فيس. رح يكون شوي فيه مشادة في الكلام في الحكي. رح تسمع شوي اه كلام جارح من اه الشريك او اه من طرف من الاطراف اللي عم بدخلوا حالهم. اه ولكنك اه شايفتك انا منتصر انتصار فضيع على اه علاقة ثلاثية في هذا الشهر. اه عم بشوف الشريك اه عم بتطلع لك كأنه انت اش كتير. عم بتطلع لك وكأنك انت جوهرة على يعني عم بيشوفك اه او اه حتى لو كنتم مع بعض مشتركين عم بيشتق لك حتى وهو معك يعني. وهو بعيد كمان عم يشتق لك. عم بيفكر فيك طول الوقت متعلق فيك اه تعلق مرضي انا شايفته. اه رح يلف 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 ويرجع لك. ولكن انت بهذا الوقت بتكون اه تعرفت على شخص اه جديد. انت قريدي برج الجوزاء المنفصلين قريدي عم يجربوا حظهم مع شخص جديد وهذا الشخص انا شايفته جدا اه رائع بالنسبة لظروفهم هم اه شخص مناسب لهم. ممكن يكون اه برجه او اه طاقته ممكن تكون اه نارية او مائية. اذا كانت هيك طاقته فهو شخص كتير مناسب انا اه عم بشوفه. الناس المتزوجين او على علاقة شايفيتهم اه عم اه يعني كونوا على توافق عم ينهل اه شوية المناوشات اللي هم اه يعني عملوها او اه صارت بناتهم. شايفهم عم بحتفلوا في بيت اه في ازا كانوا لسه مش مرتبطين بارتباط. وهذا كمان بالنسبة للمنفصلين هذا يعني كرت كتير حلو بتحقيق السعادة ما بين الطرفين والمصالحة. لاني شايفة مبادرة من اه منك او من الطرف الاخر. اه عم بشوف اكتر من كرت بدل انه في مبادرة. برج سرطان. اه في الحل. اه يعني في 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 مصالحة في حل معين. اه وخاصة وخاصة الاشخاص اللي بناتهم في اختلاف كبير بالعمر بالديانة بالكزا. ازا فيه كان اختلافات كبيرة فهذا هو الشهر المناسب لحتى انه يصير في اه صلح. اه عم بشوف برج السرطان عم ياخد قرار اه قوي ومصير كتير بهاي الفترة. ممكن يكون زواج اه طلاء. لا ما ما عم بشوفه طلاء. ممكن اه بيع ارض او اه عم بتفكره بمسكن جديد عم بتشتري شي ثمين. يعني عم بشوفك هذا الموضوع عم بيبشر اه بخير. عم بشوفك بتنتظر اه سفر بعض الاشخاص بينتظروا اه سفر او بينتظروا شخص مسافر انه يرجع. بالنسبة للعمل حبيبي عم بشوفك السرطان عم تشتغل اكثر من شغلة بنفس الوقت وكنه همك كتير هذا الشهر انه تكون اه يعني معاك فلوس واستقرار المادي كتير عم تطلع له بيعني باهتمام كبير هذا الشهر. وكأنه كان فيه انا بتذكر القراءة الماضية كانت لبرج السرطان شوية المادة ما كانت اوكي. فعم بتحاول هذا الشهر انه لا انك توازن الامور انه يصير فيه اه اكتر اه يعني اه تركيز على العمل بانك تطلع اكتر منها. شايفيتك عم بتشتغل اكتر من شغلة شغل اساسي وشغل اكسترا اه وللناس حتى اللي ما عندهم اه عمل ممكن يكون كتير فرصة كبيرة انه يحققوا اه هذا الموضوع. شايفي في طاقة حسد كبيرة في العمل. اه لذلك الانجازات شوي متوقفة لبرج السرطان وكأنه فعلا يعني ان حسدوا او محسودين هاي الفترة اه شايفي حسد من حتى الاصدقاء في صديق انتا مفكروا عن جد انه صديق اه على اغلب بيكون اه برجه ناري او اه او ترابي او حتى ممكن هوائي اه هذا الشخص خاصة ازا كان اه هوائي فهو شخص بيضمر لك الشر. اكتر شي اه يعني من اه الاوراق بيّن. اه قلنا طاقة برج السرطان هاي الفترة. كمان شو راح تكون? يعني اضافة. اكتر شي تفكيرك و حول ايش راح يكون? رح تكون عم تصرف هذا طلع كمان لبرج مش عارفة شو رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون كتير يعني كتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص الثانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم بتتكتم على ما عم تأمل لحدا ما عم تعطي ثقة لحدا حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين فخلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك منه من دخول اي اشخاص كون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير ثاني بالنسبة للعائلة الاهتمام بالعائلة بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يؤدي لانفصال او ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله لا امور ابعد من ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من خلينا نقول قريب من العائلة عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك فكون حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني الله يديمهم فصلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدي او الوالد اي موضوع يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خلينا نشوف هون هطلع لك هدول المسجرز فرام انيمالز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فبقولك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك تمركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقولك بالفترة الجاي اللي هي سبتمبر لازم تكون اسرع بقولك اختار انك تكون انت محبوب يعني انت اساسا انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه صح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك له علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل individual ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك منفصيلين او متفصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي عم بيشايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شي العوائق شايفيتها مثل ما هي هو كسلان كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء فبشوفه شوي ماشي يعني ماسك مكانه ولكن بالنتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقل الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفه هون شجرة ومال يعني وثروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بحكيلك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوة بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت عليه فعم بتحققه بقولك في تغييرات في العائلة وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان عائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكيلك انه صالح او بادر او كون انت من المبادرين في هذا الموضوع بقولك انه ضلك تشجع حالك او ضلك تعمل لحالك تشحن حالك لا قدام لا تحكي ولا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي الفيلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبيقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبيقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي اس شو غسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حد تدفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقد بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة واحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كذا فبيقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك keep going خليك في هذا الموضوع وانت راح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا وقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدك اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا قولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي اه رح كتير اه تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة اه انه اه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين اه حتى لو كان عصاعد عاطفي حتى اصدقاء اه كذا اه احلى شي هذا بيقولك رومانس يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اه اعزب اه منفصل فهذا الوقت كتير اه مناسب انه تعيش اه يعني اه مغامر الرومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل اه بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل اعمل يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاس شارك هاي الاطباقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عالمشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضي كنت عم تشتغل لحالك ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة اه انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اه الاضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعض ازا عجبتكم ممكن انه يعني اه نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس او نو اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون اه حدث بده يصير ممكن شغلة صارت قريدي او لأ وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لأ الاجابة الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية اه على قد ما انت حاسوا انه صعب على قد ما فيه عوائق شايفي انا كتير عوائق فيه ما سبق بهذا اه لهذا الموضوع فيه كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يصير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر